أكد رائد المناخ لرئاسة المصرية لمؤتمر كاب 27 محمود محيددين ضرورة وجود أنظمة لتقييم المخاطر مع أهمية ترقية إجراءات التكيف المناخية وخلال كلماته بجلسة يوم التكيف والزراعة ضمن فعليات قيمة المناخ أشار محيددين إلى أنه بحلول عام 2025 ستقوم المؤسسات المالية الدولية بحطف السلع التي تعتمد على إزالة الغابات من سجلاتها التي تحتاج إلى الدعم حتى يتم هناك التكاون من خلال التنوع وبحلول عام 2025 فإن المؤسسات المالية يجب أن تقوم بمحو السلع التي تعتمد على إزالة الغابات من سجلاتها وهذا يجب أن يكون هناك أيضا تقييم المخاطر ونحتاج أن يكون هناك ترقية للإجراءات الخاصة بالتكيف والتخفيف وهذا من خلال إجراءات ثلاثة أهمية نتبنىها الأول مرتبط بالدور الأمر الخاص بهذه المناطق وهناك العديد من المشروعات ومؤخرا وبشكل أكثر شمولا في التعاون مع هذه القضايا في باربيبوس وهذا لدينا مؤشر أداء رئيسية نتعامل معها للاقلال ولتخفيف المخاطر ولدينا العديد من الجهات التي تترك هذا الأمر